اشتركوا في القناة وعصور ثلاثة عصر المبادئ وهو عصر الصحابة رضي الله عنه جميعا وعصر الأشخاص وهو عصر صلاح الدين الأيوب وغيروه من العظماء وعصر الأشياء وهو العصر الذي نعيش فيه الآن للأسف في زماننا هذا قيمة الإنسان هي من قيمة متاعه يستمد الإنسان مكانته الاجتماعية من حجم ماله ما أنا بنقولك؟ بنقولك ده عصر الأشياء يستمد الإنسان مكانته الاجتماعية من حجم ماله ومن مساحة بيته ومن موقع بيته ومن نوع أثاثه ومن نوع سيارته ومن مركز ثيابه ومن مركز سعته وعزكم الله من الحزاء يعني صرنا في هذه الأيام أن الرجل يعرف بشياكاته فقط للأسف الشديد لذلك ورض في بعض الآثار عن آخر الزمان قيمة المرء متاعه لكن قيمة المرء الحقيقية هي مبادئه وأخلاقه وإيمانه وعمل الصالح تظرونا في النقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا